أهلا وسهلا بكم عزيزيز ومشاهدين في حلقة الواحد عوال العشرون من بنامج إصدار نجاحك بنفسك واليوم حنتكلم عن موضوع مهم جدا إخوان الله فاضل وهو بعنوان اعتني بنفسك انت أخي الفاضل إذا لم تعتني بنفسك فمن سوف يعتني بك إذا أنت ما اعتنيت بنفسك يعني مش حتى جدت أحد يبحث عنك وخلينا نتكلم يا إخوان الله فاضل أنه عادات الناجحين أو الناجحون دام أنهم إخوان الله فاضل بيعتبروا صحتهم أولوية قصوى وعادة لازمهم يهتموا فيها أنهم ينموا أفكارهم وينموا الروح وينموا الجسد وهذه أخي الفاضل يعني مهمة جدا يعني ثلاثة أجزاء يعني كلها بتكمل بعض سواء العقل الروح أو الجسد أي خلل أو الطراب في أحد هذه الأجزاء أو الكمبوننت هذا أخي الفاضل فسوف يصيبك الخلل بشكل عام إذن خلينا نتفق على قاعدة هام يا إخوان الله فاضل إنه أي خلل أو الطراب في الأجزاء الثلاثة أو المكونات الثلاثة من جسدك سواء العقل أو الروح أو الجسد هذا أخي الفاضل بأدي إلى إعاقة في طريق النجاح وقد يسبب لك يعني فشل ذريع إذا لم تهتم سواء بصحة عقلك أو روحك أو جسمك دائما يغذي نفسك بالأفكار اللي بتنمي هذه المكونات الثلاثة وخلينا أحكي لك أخي الفاضل بعض العادات يعني الصغيرة اليومية بمارسها الناجحون دائما واللي بتجعلهم يحافظون على المكونات الثلاثة اللي ذكرناها أخي الفاضل عشان إيك أنا بقول لك يعني دائما تتبع عادات الناجحين أو الأشياء اللي هم بسواء وأحذو حذوهم وإفعل مثلهم أخي الفاضل خلينا أحكي لك أنا من هذه العادات الرائعة أنه ممارس الرياضة لمدة نصف ساعة يوميا شرب المياه بقدر كافي ثلاثة أيضا الطعام الصحي أربع الاسترخاء والتأمون وكثير من العادات اللي أنا ممكن أذكرها إليك لكن يعني طبعا لا يصفنا الوقت هنا خلينا نفصل لنا حلقة أخرى إخواني ألا فاضل لكن أنا بحكي لك حاول أنه تتبع هذه العادات من أجل صحة رائعة وخلينا أحكي لك عزيزي المشاهد في الختام أنه لازم أنت تحاول الدخل يوميا أو خلينا نقول بشكل أسبوع عادة جديدة على نفسك أخي الفاضل يعني هذه العادة ممكن تسبب يعني أثر كبير في أنه صحتك تتحسن في نفسيتك تتحسن في روحك في جسدك هذه أخي الفاضل العادة ممكن تسبب شكل كبير وتنقلك نقلة نوعية إلى النجاح عشان هيك بنقول لك مثلا يعني في رمضان اقتنم أنه فرصة أنه الإصراف في الأكل يعني عادة الناس أنهم يصرفون في الطعام حاول أنه أنت تخلي منهجك أخي الفاضل أنه الاعتدال في الطعام هذا يساعدك على أنه صحتك ترتقي أخي الفاضل وتحافظ على المال وتوفر المال اللي أنت ممكن أيضا تبذره هذه مثلا عادة دخلها عندك أخي الكريم في شهر رمضان المبارك وخلينا أحكي لك أخي الفاضل أنه هذه عادة من إحدى العادات الكثيرة جدا اللي أنت ممكن تتبنىها وتأثر على تحسن صحتك النفسية أو العقلية أو الروحية عشان هيك بنقول لك دائما ابحث عن كل جديد ابحث عن العادات الجديدة ابحث عن الخطوات اللي ممكن تضيف إلك تحسين صغير أخي الفاضل مع الوقت حتأدي بك إلى طريق النجاح أخي الفاضل فعشان هيك ما تبخل على نفسك دائما حاول تجدد حياتك بما كل هو إيجابي ورائع على جسمك وصحتك العقلية أو الروحية أو النفسية وبختم بنها حلقة إخواني الأفاضل بحكي لك أنه ما فيه هناك شخص ناجح جدا ولديه إضطراب نفسي أخي الفاضل يعني خلينا نقول لك أنه دائما أنه الأشخاص الناجحين بكونوا دائما يعني بحاول أنهم يرتقوا بذواتهم بعقلهم بروحهم بأجسامهم دائما هما يعني بيخلوا بالهم من العدات الإيجابية وبتبنوها كشعار لهم أخي الفاضل ودائما معتقداتهم إيجابية وأفكارهم رعا عشان يخليك مثل ما يخل الفاضل وخلي دائما عدات رائعة لديك لتسلك بك إلى طريق النجاح وتحقيق الأهداف وهيك أنا بكون وصلت لنا الحلقة لهذا اليوم إخواني على فاضل بتمنى تكون هذه الحلقة قصيرة وشيقة ورائعة وفدتكم بقيمة ما إذا أنت عجبتك هذه الحلقة ما تنسى طبعا تعمل اللايك والشير وأنه تضغط على زر الجلس لإسراء كل جيد مننا وبحكي لك أنه أخي الفاضل يعني بتمنى لك صوما مقبولا وإفطارا شهيا وإن شاء الله ربنا يتقبل منكم الأعمال بإذن الله تعالى وخلينا أشوفك في حلقة الغد وما تنسى تشاهد الحلقات اللي إحنا طبعا رفعناها على هذه القناة بتمنى لكم يعني ليلة هنيئة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر